مرحبا بكم جميعا في ريسكول اسمي زحى وأنا مدربتكم في دروس الدعم والتدارك التي نقدمها لكم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا نشكر شركنا The Dental Factory على دعمه لنا في إنجاز هذه الكابسولة اليوم سنراجع الدرس جمع الأعداد التي تقيس الزمن الذي درستمه في القسم سنبدأ ببعض التمالين البسيطة التي ستساعدكم على فهم الخطوة اللازمة لجمع الأعداد التي تقيس الزمن بطريقة صحيحة لكن أولا إليكم هذه الملاحظة الساعة تساوي ستونة دقيقة والدقيقة تساوي ستونة ثانية والآن هل أنتم مستعدون؟ سنبدأ بهذا التمرين سننجز العمليات التالية عمودياً لكن أولا إليكم هذه الملاحظة لجمع الأعداد التي تقيس الزمنة نكتب الساعة تحت الساعة والدقائق تحت الدقائق والثواني تحت الثواني ثم نجمع كل وحدة على حدة إذا فق عدد الثواني ستونة نحولها إلى دقائق وإذا فق عدد الدقائق ستون نحولها إلى ساعات نواصل مع التمرين نبدأ بالعملية الأولى فنكتبها عمودياً بحيث تكون الساعات تحت الساعات والدقائق تحت الدقائق ثم نبدأ بالجمع تسعة ساعات مع ساعة يساوي عشرة ساعات خمسة وأربعون دقيقة مع خمسة عشر دقيقة يساوي ستون دقيقة نلاحظ هنا أن عدد الدقائق فق ستون بالتالي يجب أن نحول ستون دقيقة إلى ساعة لتصبح النتيجة أحد عشر ساعة إذن تسع ساعات وخمسة وأربعون دقيقة مع ساعة وخمسة عشر دقيقة يساوي أحد عشر ساعة نمر إلى العملية الثانية فنكتبها عمودياً ونفصل جيداً بين الساعات والدقائق والثواني ثلاث ساعات مع أربع ساعات يساوي سبع ساعات اثنين وثلاثون دقيقة مع تسعة وعشرون دقيقة يساوي واحد وستون دقيقة ثمانية وأربعون ثانية مع اثنى عشر ثانية يساوي ستون ثانية نلاحظ هنا أن عدد الثواني وعدد الدقائق فقى الستون بالتالي سنحول أولاً ستون ثانية إلى دقيقة ثم نحول ستون دقيقة إلى ساعة نحول إذن ستون ثانية إلى دقيقة فتصبح النتيجة سبع ساعات واثنين وستون دقيقة نحول الآن ستون دقيقة إلى ساعة لتصبح نتيجة هذه العملية ثماني ساعات ودقيقتين أحسنتم ريسكول وذدانت الفاكتوري فخوراني بكم ننهي الآن بالتطبيق التالي ما هو الوضع العمودي الصحيح للعملية التالية؟ إليكم مهلة للتفكير أحسنتم الإجابة الوضع العمودي الصحيح لهذه العملية هو التالي والنتيجة تساوي أحد عشر ساعة وسبعة وعشرون دقيقة وثلاثون ثانية نمر إلى السؤال الموالي خرجت سيارة من المدينة A على الساعة التاسعة وخمسة وعشرون دقيقة لتصل إلى المدينة B بعد ساعة وخمسة وأربعون دقيقة ما هي ساعة وصول السيارة إلى المدينة B؟ إليكم مهلة للتفكير أحسنتم الإجابة وصلت السيارة إلى المدينة B على الساعة الحاج عشر وعشر دقائق أحسنتم أنصحكم بتدريب عقولكم وذلك بالقيام بالعديد من التمرين والمشاهدة المستمرة للكابسولات المنجزة بالاشتراك مع The Dental Factory إذن لا تترددوا في الاشتراك بقناتنا ومتابعة العديد من الفيديوهات التعليمية الأخرى أرجو أن تكونوا قد استفدتم من الدرس إلى اللقاء مع المراجعة التالية ترجمة نانسي قنقر